وقال ابن العبري في صفحة 246 ثم وصله أي وصل إلى خوارز مشاه ثم وصله خبر أبور جورماغون نوين النهر في طلبه فتوجه إلى تبريز الآن هم يلاحقون خوارزم بعد وفاة الأب بقي الأمر على ما هو عليه في ملاحقة خوارزم لأنه قد غدر بهم ونكل بعوائلهم بنسائهم بأطفالهم تصرف معهم تصرف اللصوص وليس تصرف الأحرار وليس تصرف الموك فصارت همتهم الثار من خوارزم وأرسل خوارزم رسولا إلى الخليفة وآخر إلى الملك الأشراف ورسولا إلى السلطان على الدين صاحب الروم يستجيشهم ويعلمهم كثرة عساكر التتار وحدة شوكتهم وشدة نكايتهم وأنه إذا ارتفع هو من البين أو من البين يعجزون عن مقاومتهم وأنه إذا ارتفع هو من البين يعجزون عن مقاومتهم وأنه كسد الإسكندر يمنعهم عنهم فالرأي أن يساعده كل منهم بفوج من عسكره ليرتبط بذلك الجأش أصحابه ويحجم بهم العدو عن البلاد فيحجم قال من هذا النوع وأكثر قال من هذا النوع من الكلام وأكثر واستصرخهم فلم يصرخوه واستغاثهم فلم يغيثوه فشتى بأرمية وأشتوه إذا انقضى فصل الشتاء بأرمية وفي الربيع توجه إلى نواحي ديار بكر وصار يزجي أوقاته بال أين؟ بالصلاة؟ بالنسك؟ بالعبادة؟ بالصيام؟ وهو مطارد؟ وهو فعل كل تلك المنكرات؟ وانهزم أمام التتار أين يقضي أوقاته؟ هذا الخليفة؟ هذا السلطان؟ هذا الإمام؟ هذا ولي الأمر؟ يقول وصار يزجي أوقاته بالتمتع واللهوي والشراب والطرب لاحظ يبرر ابن الأبر يقول كأنه يودع الدنيا وملكها الفاني لاحظ هذا هو منهج السلاطين من بدي أمية وأنت نازل هؤلاء هما أمة ابن تيمية توديع الدنيا يكون بالخمور واللهو والشراب والطرب ومن ناحية وبالإحاظ نقول لهم الحق لأنهم سيذهبون إلى نار جهنم وإلى بئس المصير فأن يجدون من هذا في ذلك المكان فهم في يأس فماذا يفعل؟ يقول لأأخذ ما أستطيع وما يمكن أن ألهو به في هذه الدنيا من اللهو والشراب والطرب والفساد والفحش وبعد هذا سأحرق في نار جهنم هذا هو منهج ابن تيمية وأمت ابن تيمية هذا هو توديع الدنيا عندهم يقول كأنه يودع الدنيا وملكها الفاني التفت هذا هو واقع حال السلاطين الخلفاء أمة المسلمين وأمراء المؤمنين فهنيئا للمارقة أبناء تيمية بهم وحشرهم الله معهم في اقتران لا يفترقان اللهم آمين يا رب العالمين ولا أدري لماذا التزييف والتدليس بتسميتها بالدول والحكومات الإسلامية وهي في حقيقتها وواقعها علمانية وأكثر انفتاحا وإباحية وعلمانية من العلمانية نفسها فمن منكم شاهد أو سمع خبرا يقينيا عن أحد حكام العرب أو حكام البلدان الإسلامية أو حكام الدول الغربية أنه فعل مثل ما كان يفعل خوارزم وأمثاله الفسق الفجر بالجهري والعلني في السلم والحربي في الصباح والمسائي والناس تبادئ والبلاد تخرب وتدمر وتزال على أيدي الغزاة فأي دين وأي أخلاق وأي عقل وأي إنسانية تجعل أو تقبل أن يكون مثل هؤلاء أئمة وخلفاء يحكمون باسم الإسلام يكمل ابن العبري وبينما هو في ذلك يسر هو مسور بأن له والشراب والطراب يقول وبينما هو في ذلك يسر يعطب ابن العبري لا بل يغر وسنذكر هذا وسنبين بأن ابن العبري هو رجل نصراني مع هذا لاحظ كيف يصف الخليفة الإسلامي الإمام الإسلامي السلطان الإسلامي يقول وبينما هو في ذلك يسر لا بل يغر فجأه هجوم باي ماس نوين في عسكره ليلا فجأه هجوم القائد المغولي وأساكر المغول أساكر التتار يقول فجأه هجوم باي ماس نوين في عسكره ليلا فتكلف للانتباه وعاين نيران المغول وعاين نيران المغول بالقرب من مكانه فتقدم إلى الأمير أورخان أن يلم به الجماعة فتقدم إلى الأمير أورخان أن يلم به الجماعة ويشغل المغول عند الصبح بالإقدام طار والإحجام أخرى وفر هو مع ثلاثة نفر من مماليكه تائها في جبال ديار بكر أدت روايات كما ذكرنا سابقا في قضية هروب خوارزم ونهاية خوارزم وكيفية موت خوارزم وأين مات خوارزم فلما أصبحوا ظن المغول أن جلال الدين خوارزم شاه فيهم أي في عساكر الأمير أورخان فجدوا في طلبهم طاردين في أعقابهم وهم منهزمون بين أيديهم ولما تحققوا أنه ليس معهم رجعوا عنهم فأما جلال الدين خوارزم شاه فأوقع به قوم من الأكراد ببعض جبال آمد ولم يعرفوه وقدروه من بعض جند الخوارزمية فقتلوه والمملكين فقتلوه والمملكين طمعا في ثيابهم وخيلهم وسلاحهم إسمع Guys شكرا